قال عضو مجلس القيادة الرئاسية الشيخ عثمان مجلي إن الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي تستخدمه ميليشيا الحوثية لتهريب الأسلحة وتحويله إلى غرفة عملياتها لمهاجمة السفن وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأكد مجلي خلال لقائه وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر أن الدور الإيراني التخريبي امتد ضرره إلى الإقليم والعالم بتزويد ميليشيا الحوثية الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر والعربي وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء وإحداث أزمة عالمية من جانبه جدد الوزير البريطاني دعم بلاده على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة على مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأعرب عن التزام بريطانيا بتحقيق سلام مستدام في اليمن ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي